وقعت شركة سينوفارما الصينية مذكرة تفاهم مع حكومة بنجلاديش وشركة الأدوية المحلية الرائدة إنسبتا بشأن الإنتاج المشترك للقاحات المضادة لكوفيد-19 وفق ما أفاد تلفزيون الصين المركزي سي سي تيفي وذكر المصدر ذاته أنه تم توقيع هذه الاتفاقية في بيكين ودعا عبر تقنية الفيديو إذ أقيمت مراسم التوقيع في قاعة المحاضرات بكلية التب في بنجلاديش بحضور وزير الصحة البنجلاديشي زاهد مالك والسفير الصيني لدى بنجلاديش لي جيمينغ ورئيس مجلس إدارة شركة إنسبتا عبد المقتدر ووفقا للاتفاقية سيتم إنتاج اللقاح بالتعاون مع سينوفارما وإنسبتا حيث ستقوم إنسبتا بإعادة تعبئة المنتجات شبهة المسنعة في بنجلاديش وفق المرحلة الأولى ستوعيد تعبئة خمسة ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا شهريا ومن المتوقع أن يصل الإنتاج المستقبلي إلى خمسة عشر مليون جرعة شهريا